السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف موقعين مهمين جدا للتحليل الاحصائي. يعني عندك استبيان عندك اي حاجة وعايز تبدا ان انت تتحلل الداتا الموجودة. فممكن الموقعين دول يفيدو. الموقعين مرتبطين ببعض يعني ده الموقع التاني هو. تمام? فنيجي هنا. اول حاجة هقول له ان انا عايز ارفع الملف دوت. اختار الملف وعمل له ابلود. انا هنا مختار الملف امتداده ملف اكسل. لكن لو بيت هنا في الديتا هتلاقي فيه حاجة كثيرة جدا يعني تقدر ترفع الديتا كتير اوي. طيب هو بدأ يرفع الديتا وبدأ يشوف الكاتيجور اللي موجودة. يعني فيه امليات في حاجات خاصة بالاسم في حاجات خاصة بالوظيفة وهكذا. تمام? لو في حاجة عايز تغيرها تقدر تجي هنا وتقدر ان انت تغيرها. لو انت مش متأكد خليها فاكتور. دي التاريخ نمبر وانتجر ارقام. تمام? طيب. بعد ما خلصت عايز اعدل فيهم اقول له دات الطيب وعدل فيهم. خلي بالك ان انا لغيتي الامليات عشان حفظا على الخصية. فده ممكن يعمل مشكلة في بعدين يعني. تمام? ده الوقت بايز اكالي صناعي. ممكن تجي هنا تسأله اي سؤال. تقول له مثلا الغي لي اي داتة متكررة. او حلال لي الداتة اللي موجودة. او 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 او. هنا تقدر تسأله اي حاجة خاصة في مشكلة مثلا تقول له طب ايه لسبب المشكلة. او اعمل لي تحليل الحاجات. هو بيسأل ليه بيسأل شاد جي بي تي فور. تمام? وبيقول لك ان هو بيكلفه اه واحد دولار لكل ستين ريكوست. تمام? وبيقول لك هو السؤال بتها تكلف كم? بس انت بش تدفع فلوس. يعني انت هتكلفه فلوس بش تدفع. تمام? ازاي? الله على. طيب. هنا ممكن نقول له ايه? حلل لي البيانات او العلاقات بين الداتة او الكاتوجر. يعني تقدر تقول له اي سؤال انت عيسست هلقوله. وممكن تقول له الغيلي او مثلا اي حاجة شركة مثلا بتبتدي ب اكس الغيها. تمام? وتبدأ تبعط للسؤال فهو يبدأ يحلل لشات جي بتي ويرجعلك بالرد. بيبعت لشات جي بتي فور اللي هو بفلوس. ويرجعلك برد. انت ممكن اصلا ان انت عندك سؤال على شات جي بتي فور. ممكن تسأله هنا. او الاحسن انت تروح بنج. يعني ممكن تستخدم شات جي بتي فور مجاني. تمام? فهيبدأ ان هو يحلل لك الداة ويجيب لك الريزولت ويجيب لك كل الداة اللي انت ممكن تكون محتاجة. طيب لو عايز تغرر ممكن تغرر من هنا. دي حاجة خاصة بالكومنت هنا الديسكريبشن. طيب بعد ما خلصنا ممكن نخش بقى ايه? نبدأ نحو اخد الداة. نقول له ايدي ايه? فيبدأ يجيب لك تحليل للداة. ممكن اقول له سامري. يبدأ يجيب لي الملخص. التيبل وان. اللي بدأت هتلاقى فاضية فنقول له جوب تايتل. يبدأ يحلل لك الجوب تايتل بالشكل دوت. ممكن اقول له كاتوجري فيبدأ يجيب لي المعلومات بالشكل دوت. النمرك مفيش في عشان كده قبل ان مفيش نمرك موجودة. هنا ممكن نقول له بقى هتلي حاجات باشكال جميلة كده. ودي الفاريابل تقدر تزود وتدرك زي ما انت عايز. فيبدأ يزهر لك العلاقات بين العناصر. وهنا الريبورت لو انت عايز سعي في الريبورت فهتقول له رندر فيبدأ يجيب لك الريبورت. تمام? دي الريبورت هو تقدر تحمله لو انت حابب. سيشن الريبورت وممكن تحمله ار ماركت داوين. اه ار مارك داوين. طيب ان المواقع التاني نفس الفكرة برضو هتبدأ ترفع الملفات. ويبدأ يعمل لها تحليل وتقدر ان انت تتعمل معاشد. هنالك الطريقة بتاعته مختلفة شوية زي ما نشوف مع بعض. تقدر تكتر بالبروميت تقول له اي حاجة انت عايزها فهو بيبدأ ان هو يحلل لك الداتا ديت. تمام? هو بدأ يكرأ الداتا. تمام? بيقولك ان في كل حاجة بيبقى فيها الطريقة واحد طريقة اثنين. هيقولك زكاة نجحة او لا. في كل حاجة. فممكن نضي له تسقاية معينة. فيبدأ ان هو يشوفها. ويقول لي هل في امكانية لها او لا. تمام? يعني ممكن اقول له حلال لداتة معينة. الغل لداتة معينة. فهو بيعمل التحليل عليها. الكلام ده كالتمفروض ان هو بتعمل بلغة ببرمجة اسمها R او بالبيسون. وهنا يضيك برضو كودي. يعني هو بيعلمك الحاجات عملت ازاي. فيبدأ يقول لك ان هو تجرب طريقة A و طريقة B والاتنين صح. الاتنين done done. مفيش مشكلة خالص. تمام? طيب دي التسكي الأولينية بدأ يحلل لداتة. انت باعي استعمل برومت اي تاني. البرومت اللي انت عايزت تدوله. فيبدأ يجرب مرة تانية لحاجة تانية. مثلا ايه? آآ العلاقة بين العناص الفئات المختلفة او كاتوري المختلفة. تمام? ونقول له submit. هنا هو استخدام لغة R. تعالى نقول له about. فاول مرة ما اعرفش يتعامل. فهناك هتبتلون ما اسمها المتغيرات في الملفات. فبدأ ان هو يقرأ الملف ويقول لي ان في متغير خاص بالاميل في امير خاص. متغير خاص بالاسم في بيجوب تايتل كامباني نيم الحاجات دي كلها. تمام? ممكن تقول له مثلا انه في ارقام تقول له ايه المتوسط الحسابي لارقام ديت. يبدأ ان هو يحسبها لك. طيب يعني ممكن ان نقول له مثلا ما هو المتوسط الحسابي ليه? وندي له البرامتر دوت ونقول له submit. فهو بيبدأ يعمل اللي يبعث الرشاة زي بتيه ويرجع لنا به النتيجة. بيبعث له الملف ويحلل داتا ويرجع لنا به تاني. تمام? جاب لي هوت. ارى الملف. طيب انا كتبت له دلوقتي ويرت له كم مرة اتقرر كل العنصر. هل هناك بعنات مكررة في الجوب تايتل? فبدأ يجيب لي كل عنصر ويتقرر كم مرة. تمام? فانت تقدر تدي له اكواد سواء بالكتاب العادية كأنك بتتكلم مع صديق او شخص عادي او شات جي بتيه. اه وبترجمة بقى اللغة البيسون او اللغة الار. تمام? وتقدر تاخد بقى الداتا دي كوبي بيست تنسخها لاي مكان. تقدر تحمل الكلام كريبورت او ككود او اوتبوت فايل او بروميت او ار داتا. فميزة ان انت هتتعلم اللغة مع الشغل على الموقع دوت. فتقدر سأل لي حاجة كانك بتتكلم مع شات جي بتيه تقول له الحاجة دي كار رقم مرة. الحاجة هل في علاقة بين العنصر دا والعنصر دوت وهكذا.